الناس الآن تقولها صراحة وبالوجه يقول لك أنا ضدك يقولها وما يستحر منها وأمام الناس كلها هو لا يقولها كفرد إنما يقولها كمنهج كحكومة كفعل كسلوك على الأرض هنا سؤالي أما آن الأوان إلى العراق في هذا الصراع الدولي والأقليمي بين إيران وأمريكا أن يحدد خياراته هو مع من أريد أنا أستفن بيها من عندك واستفاد من صراحتك يعني الآن الحكومة تعتمد على الأمم المتحدة أو ممثلية الأمم المتحدة في العراق ممثلية الأمم المتحدة في العراق أثيرة حولها لغط كثير أليس من المفروض بجانب حقوق الإنسان التي يجب أن ترعاها الأمم المتحدة تقول للحكومة العراقية كيف تطلبون مننا الإشراف على انتخابات فيها حرة ونزيها ولديكم مناطق الحكومة احتلتها أو الميليشيات احتلتها وهجر أهلها المفروض أن تكملون هذه الصفحة أو تكملون هذه الصفحة بعدين تنتقلون للانتخابات ليش صمت يا محسن صمت أختنا بلاس خارت؟ طالبت أنت أنه لأمريكا يجب أن تكون هناك سياسة واضحة لدعم الاستقرار والاعتدال في العالم يعني هل أقرأ أن هذه أمنية يتمناها الدكتور أهياد علاوي أم أنها هي تهمة موجهة لأمريكا على بايدن أن يزيل آثارها أو أن يبدأ خطوات جديدة لإنهائها بكل الحوارات التي جمعتني معك خلال سنوات يعني ما أعرف إذا أنا كنت مصيب بدالي أن لديك مساحات في الخارج تتحرك بها أكثر من المساحات الموجودة في الداخل ساعد بعد ليش تنتخل وليش تصرف الفلوس وليش يشكل مفوضية أنت تدعو إلى مؤتمر وطني يضم جميع الأطياف من سياسيين ونقابات واتحادات مهنية ومتظاهرين السيد أياد علاوي مع حفظ الألقاب هل سيكون مع المعارضين في هذا المؤتمر أم في أي جهة ستكون؟ أنا دائما أصطفوي الشعب العراقي لكل حالاتي وكل أوضاعي أصطفيت مع الشعب العراقي ولهذا أنا قدمت استقالة من مجلس النواب يعني هل هناك قوى ستظهر بعد داعش أم ستكون رديفة لها في الساحة؟ لا ستكون أسوأ من داعش